باللي احنا شوفنا السنين اللي فاتت وشوفنا السنة اللي فاتت مع مستر كولر اللي احنا عندنا كلنا ثقة فيه بارح بعد مستر كولر مخصر مباراة الزمالك تحس انها حملة ممنهجة مباراة خلصت من هنا بتتكلم عن اقالة جهاز فني اقالة مدير فني بتتكلم عن مدرب اجنبي جاي الفترة اللي جاية بدأت تحس ان فيه سكريبت متوزع ومتحضر ونسيوا ان كولر ده في سنة ونص بيحصد سبع بطولات ما بين دوري ابطال افريقيا ما بين دوري مصري بتتكلم ما بين كاس مصر سوبر مصري تالت عالم في افضل نسخه مش هو ده كولر هل النهاردة مباراة ممكن نغير قناعتنا بهذا الرجل لا ممكن يبعنده اخطاء زي اللعيبة اللعيب النهاردة ممكن يبتدي ممكن يلعب يبقى موفق في فرصة يضيع فرصة يبقى كويس في المباراة غير موفق في المباراة نفس الحال المدير الفني ممكن يبقى نفس الكلام لكن هل ممكن نغير قناعتنا بكولر لا مش الاهلي الاهلي عنده استقرار عنده ادارة عنده رؤية ما بيحسبش بالمباراة وبالشوت زي عندية اخرى دايما الحسابات في نهاية السيزن تعالى بنقعد بنتكلم بنشوف اه ممكن اسناء المشوار يبقى فيها عادات لتصحيح المصار لكن فيه ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللعبين ايضا كمان مش هو ده كولر يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنه الحملات طلعت بعد المباراة مباشرة مش هي دي البطولات اللي اخدها كولر مش هو ده كولر اللي واجه الزمالك خمس مواجهات اول مباراة كانت في الامارات فاز في السوبر المصري اتنين صف وبعد كده ماتشين في الدوري مباراة اكسبها تلاتة والمباراة التانية اكسبها اربعة والمباراة الاخيرة امام الزمالك في كاس مصر كسب اتنين صف وانبارح بيخسر بشكل انفس اتنين واحد والنادي الاهلي افضل وكنت ممكن تخطف المباراة وتكسب وكانت فرصك اكتر مش هما دول خمس مباراة ولا احنا بنقول كلام يعني مش صحيح مش هي دي لغة الاركام احنا ما بنقدمش اعذار عشان اقول مين غايب ولا مين مش غايب ولا مين مصاب ولا مين مش مصاب مش هو ده الواقع الامر التاني مش ده واقع برضو لما تلاقي عشر لعيبة من النادي الاهلي في منتخب مصر عشر لعيبة من النادي الاهلي في منتخب مصر ويحصل تنصيق ميستر كولر يكلم جهاز الفني لمنتخب مصر علشان الفترة بتاعت مباراة اتنين وعشرين تلاتة وخمسة وعشرين البطولة الودية اللي كانت مكامة في مصر وبتاخد اكبر عدد من لعيب النادي الاهلي ويتم التنصيق ان اللعبة تلعب المباراة الاولى بعض اللاعبين وهسيب لك بعض اللاعبين المباراة التانية والجهاز الفني المنتخب مصر يخل بالاتفاق مش ده واقع ونشوف امام عشور بيصاب ونشوف مران عطية نتيجة الاجهاد بيجي له اصابة في العدلة الخلفية بنشوف محمد عبد المنع مرامي ربيعة اللي موجودين بس في النادي الاهلي في الفترة دي عشان غياب يسر ابراهيم بيلعبوا البطولة كاملة ولعبتي النادي الاهلي تطلع من مصر على سنبا بعدها بـ 48 ساعة عشان تلعب تلعب في بطول الدورة بطالة افريقيا امام سنبا في مباراة مهمة واللعب ما بتروحش على النادي الاهلي بتطلع من معسكر المنتخب على المطار مباشرة على الصفر مش هو ده من ضمن الظروف اللي احنا كنا نتكلم فيها وكان فيه اتفاق مع جهاز الفني المنتخب مصر واخله بالاتفاق اللي حصل ما بين النادي الاهلي منتخب مصر علشان كده النادي الاهلي لما يتمسك باللوايح والاجندة الدولية محدش يزعل ان كان فيه اتفاق نهارده عندي لعيبة زي ما كان النادي الاهلي بيدي الاولوية المنتخب مصر ودايما بيدي الاولوية المنتخب مصر في المباراة الرسمية لما شفنا في كاس الامم وكاس العالم لندية هل مش كان من الاولى في بطولة ودية بطولة ودية ممكن تجرب فيها عدد كبير من اللاعبين ان انا اجهد لعيب النادي الاهلي واخد العدد الاكبر بدل ما افتح مساحة اكبر للعيبة علشان اشوف وقيم ويبع عندي رؤية وماشية منتخب مصر توسع لا اخد لعيبة النادي الاهلي اجهدها علشان تطلع تلعب على تطلع تلعب مباراة مهمة بعدها بـ 48 ساعة ونرجع نشوف كم الإجهاد وكم الإصابات وترجع على بطولة الدوري كل 48 ساعة مباراة هو ده في المقابل الترجي في تونس ساب لعبته سيمبة منتخب سيمبة منتخب تنزانيا عفوا لعب المباراة الاولى سابوا لعبها المباراة التانية عشان ينضموا لسيمبة منتخب تنزانيا اش هو ده الكلام هو ده التنسيق اللي تم يعني عدم الوفاء بالاتفاق انا هنا ما بقولش اسباب خسارة النادي الاهلي بالامس زي ما فيه اسباب خسارة بقول الكل بيتحملها علشان وقت الفرحة ووقت المكسب الكل بيكون موجود في الصورة عشان كده وما يكون فيه خسارة الكل بيتحملها وكلنا كجماهير النادي الاهلي ده وقت المؤذرة